الثاني من هؤلاء شاب نشأ في عبادة الله وهو منذ صغره ومنذ نشأته وهو على العبادة ليس له صبوة مثل ما جاء في حديث آخر يحسنه بعض أهل العلم عجب ربكم لشاب ليست له صبوة ليست له صبوة يعني منذ نشأ ما عندها انحراف ولا عندها ميل عن الصراط المستقيم بل هو على الاستقامة منذ نشأ وهو على الاستقامة لم تعصف به شبهات ولا شهوات بل وفقه الله سبحانه وتعالى عاء للاستقامة منذ صبا فمن كان كذلك شاب نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوما لا ظل إلا ظلهم وبالمناسبة أنا أنصح كل صغير يسمع كلامي أو يبلغه كلامي أن يغتنم صغره لينشأ هذه النشأ لينشأ هذه النشأ ويسأل ربه سبحانه وتعالى كثيرا أن يثبته على الحق والهدى وأن يعيده من الزيغ والهلاك والردى يكثر من دعاء الله ويجاهد نفسه على الاستقامة ليفوز بهذا الشرف يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ويكون من الذين يعجب الله سبحانه وتعالى من أمرهم عجب ربكم لشاب ليست له صب يعني منذ نشأ وهو على الجادة على الاستقامة والطاعة لله سبحانه وتعالى